التاسع والعشرون من الشهر الحالي موعد لانطلاق العام الدراسي الجديد في عموم العراق والذي سيكون وفق النظام الأحادي والثنائي والثلاثي للمراحل الدراسية كافة اثم تقسيم الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية فضلا عن دوام الملاكات التعليمية المقرر بنسبة 50% اخذنا قرار مهم جدا بناء على توصية حاكمة من خلية الأزمة بان يكون الدوام في مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانية اليوم واحد لكل مرحلة قضية ثانية ملاكاتنا راح تدوم تقريبا 50% حسب الحاجة لتقطية الجداول ننطي بعض التعليمات إلى المدارسنا التابعة المديرية بخصوص التباعد الاجتماعي وكيفية وجود الطلبة داخل القاعات الدراسية قسمت الدراسة لمدة 6 أيام كل مرحلة دراسية يوم واحد كل صف دراسي يوم واحد نظام الانتساب بموجبه يتم تدرس الطلبة والتلاميذ بمنازلهم مع تقديم أولياء الأمور تعهدات توفر البيئة الدراسية المناسبة ومتابعة المنصات الألكترونية والقنوات التعليمية يام المقبل أيضا سيكون هناك تفاصيل العمل بنظام الانتساب أن يدرس الطالب داخل البيت ويتعهد وللأمر بتوفير بيئة تعليمية ملائمة إليه ويؤدي الامتحان فقط في نصف السنة أو في نهاية السنة بالنسبة للأطراف أو بالنسبة للمناطق البعيدة المناطق النائية لعدم توفر الانترنية أو مواقع التواصل المتاحة أو وسائل الاتصال ممكن أنه ستكون هناك مرونة هذه المدارس أغلبها هي أحادية الدوام عدد التلاميذ والطلبة قليل في هذه المدارس ممكن أن يكون ازدياد الدوام أكثر من يوم واحد في الأسبوع إجراءات متعددة اتخذتها وزارة التربية استعدادا للعام الدراسي الجديد بهدف ضمان استمرار عملية التعليم بما يؤمن صحة التلاميذ والطلبة والطواقم التعليمية تلك الإجراءات استحصلت موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من بغداد سجا جاسم العراقية الإخبارية